السلام عليكم اسميتي عمر بلافريج نائب برلماني عن فدريات اليسار الديمقراطي هنا بمدينة الريباط مرحبا بكم في البودكاست رقم 45 قبل ما نبدأ البودكاست أولا نبدأ تعزي الرافق ديالي ريدا بواب اللي توفى الوليد دياله هاد الأسبوع هذا ريدا اللي كي عاوني بطريقة تطوعية في فد البودكاست وأشياء أخرى كذلك ونقدم تعزي العائلة البولفار اللي توفى أمال سامي مسمى بي طنطن توفى الأسبوع هذا رجل مهم عند البولفار فانا قطب لهم بالتعازي هاد الأسبوع بدأ الاخر الأسبوع اللي فات كان عندنا المؤتمر ديال حزب الشراكي الموحد اللي حضرت لي وانا كنت سعيد بالحضور ديالي فيه تلقيت مع عدد ديال المناضلات ومناضلين من جميع أنحاء المغرب كانت فرصة باش نناقشو السياسة يناقشوا معايا كذلك المهمة لكنا حاول نقوم بها تحت قبة البرلمان ووعدوني بأسئلة كتابية محلية كل واحد من الجهة دياله فكان نركز كان نستغلت الفرصة باش نعاون نطلب منه مدود الدعم الحقيقي المهمة لكنا حاول نقوم بها المؤتمر كذلك كانت مناسبة بأنشطة موازية لمؤتمر منها هادي ديال سوفيان القريع من التطوان لي استغلت الفرصة باش يجمع كتوبة و بطنيات اللي يتعطوح للجمعية جمعيات باش يوزعها في العالم القاروي وفي الجبل في هادي البرد فهذا شيء من الاشياء تعالى النضال كان ما هو فكري ولكن كذلك بالملموس العمل التطوعي فشكرا بعدانا كنت فاخر بالحضور ديالي في هذيك اللحظة التاريخية بالنسبة لي نحنا كمناظرين اما في هادي الاسبوع فكان عندي الانشيطة التقليدية الجلسة الاسبوعية ديال البرلمان اللي كانت قسيرة هادي الاسبوع كانت تعيين ديال الحكومة فبقى تفعلت علي خمسة جلقيقة وكانت اجتمعت بعض الليجان اللي حضرت لها وكذلك اه توصلت باجوبة عن عدد الاسئلة اللي اللي طرحت على الحكومة في هادي الشهر الاخيرة هنركز ليوم هايا كينا كلها في البلوغ اه تبان لكم الاسئلة والاجوبة ولكن الاجوبة اللي توصلت من السيد الوزير النقل حول هذك السؤال اللي كانت رحديه ما انا فوقاشا يوصل ترام الراشدية ميدالت زاقورا وارزازات هداد المدن اللي هي اه كنقوله هامشية ولكن مهمة بالنسبة لنا لابغينا عدالة مجالية في المغرب فالجواب هاو يبان لكم كذلك اه السيد الوزير كيقول لنا بان اه كينا دراسة من الان الفين وربعين ولكن ما زال ما عارفين الحكومة ما زال ما قررت واش هاد توصل ترام مثلا الميدالت ولا الراشدية فهذا السوء فالواحدي يخد يفكر يشوف واش احنا كندروا التجافة بين تانجا وقنترا وما زال ما قد دين فكروه هتا فوقاش ندروا ترام يوصل للميدالت ولا الراشدية ولا زاقورا ولا وارزازات ولا اغادير لكيبان لنا هي دي يجب أن تكون هي الأولوية قبل أن نفكروا في هذه المشاريع الكوبرة التي نصرفها فيها الملايير والنجاعة لها من غير هذه الأسبوع كان لدينا لقاءات متعددة مع مواطنات ومواطنين في الرباط وخارج الرباط واحدة منهم هي المشاركة في مراكش ليلة الأفكار مع فاعلين سياسيين مغاربة وخارج المغرب فرنسيين كان لقاء متمر وكذلك لقاء مع طاقم دي الأشوام وتلاميذ دي طلبة دي الأشوام وأخيرا تقرير تقرير دي الأوكسفام لخرج الأسبوع اللي فات حول فوارق الاجتماعية عبر العالم وكيفاش التروى كيفاش كتتوزع بين الأغنياء من الجهة والفقراء في العالم كله وفي المغرب بالأخص وكيبها نشوف كيبنكم هوماليقغاف وقرأوا هاد التقرير لهوا مهم ومن الحلول باش نخرجوه من هاد المأذق دي الفوارق الاجتماعية هو خلق بالنسبة لي نحنا كمغرب ضريبة على التروى هاي قدمناها في قانون المالية السابق دي العام لي فات ودي هادك العام ونعاوا نقدموها في المستقبل هاي باش نخرجوه من هاد المأذق هوا مأذق حيات ممكناش نعيشوه وإحنا الاموال كتجمع بين بعض الأيدي اللي هي قليلة ونخليوه الأغلبية الأغلبية الساحقة هر ما عنده تشي مستقبل موسيقى دي ما كانت كلمون على موسيقى دي موسيقى عن جروب هوبا هوبا دي اللي أخرجوه للأربوم الأخير دي لهم اسمته كما ينبغي جميل زدا هاد الالبوم اسمته على هذه الموسيقى اللي هي اسمتها نيو بلانك شكرا على المتابعة وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى